بسم الله الرحمن الرحيم في هذا الفيديو هنتعرف على كيفية إيجاد الحل الأمثل لمشكلة التخصيص مثال ورد للشريكة الحديثة للتعدين خمسة أوامر إنتاج يتوجه معالجتها على خمس آلات أي مطلوب تخصيص هذه الأوامر على هذه الألات بحيث تتحقق أقل تكلفة ممكنة تكليف الأوامر موضحة بهذا الجدول الخطوة الأولى بتكون هي تخفيد الصفوف وتخفيد الأعمدة الطريقة اللي هنستخدمها في الحل تسمى الطريقة الهنجرية تعتمد على ما يعرف بتخفيد المصفوفة وده اللي هنعمله حالا حيث نحصل على الحل الأمثل عن طريق طرح قيم معينة من المصفوفة أو من الجدول بالكامل إلى أن نصل للحل الأمثل فالخطوة الأولى هي تخفيد الصفوف ثم تخفيد الأعمدة نبدأ أولا بتخفيد الصفوف فكرة تخفيد الصفوف فكرة بسيطة جدا وهي أن نطرح أصغر قيمة في الصف من جميع قيم هذا الصف فإذا رجعنا للجدول بهذا الشكل نجد أن أصغر قيمة في الصف الأول تسعة إذن نطرح من جميع قيم هذا الصف تسعة واحد وعشرين نقص تسعة اتناشر تلاتين نقص تسعة واحد وعشرين تسعة نقص تسعة سفر عشرين نقص تسعة حداشر خمستاشر نقص تسعة ستة الصف الثاني أصغر قيمة اتناشر إذن بطرح اتناشر من جميع قيم الصف الثاني صفر اتناشر حداشر ستاشر خمسة الصف الثالث أصغر قيمة فيه سبعتاشر إذن بطرح سبعتاشر من جميع قيم هذا الصف الناتجين أربعة صفر واحد تلاتة تمانية الصف الرابع أصغر قيمة فيه اتناشر إذن بطرح اتناشر من جميع القيم اتنين خمسة صفر تمانية صفر الصف الأخير أصغر قيمة فيه اربعة عشر إذن بطرح اربعة عشر من جميع قيم هذا الصف الناتج هنا تسعة تلاتة خمسة سفر واحد نحصل على هذا الجدول بعد تخفيض الصفوف ثم تخفيض الأعمدة بنفس الطريقة نبحث عن أصغر قيمة في كل عمود نترح من باقي القيم أو من جميع القيم هنا أصغر قيمة صفر إذن هذا العمود لن يتغير العمود الثاني أصغر قيمة أيضا صفر إذن هذا هو نفسه بعد التخفيض العمود اللي بعده أصغر قيمة فيه صفر إذن هيكون نفسه بعد التخفيض العمود الرابع أيضا أصغر قيمة صفر فلن يتغير والخامس أيضا لن يتغير إذن سيظل الجدول بعد تخفيض الأعمدة بنفس هذا الشكل إذن في الخطوة الأولى قمنا بتخفيض الصفوف وتخفيض الأعمدة الخطوة الثانية هي برحلة التخصيص نخصص الصفوف التي بها صفر واحد فقط ونؤشر على عمود هذا الصف بصفر همر على الصفوف صف صف الصف اللي بيحتوي على صفر واحد فقط زي الصف الأول يتم تخصيص هذا الصف ونؤشر على العمود بخط إذن الصف الأول خصصت الصف الواحد اللي موجود بهذا الصف ثم أشرت على عمود هذا الصف بخط الصف الثاني يحتوي على صفر واحد فقط يتم تخصيصه أو تمييزه بهذا الشكل ثم حزف عمود هذا الصف العمود أو عفوا الصف بيه انتهينا منه الصف جيم يحتوي على صفر واحد فقط نعم هذا الصف ويتم التأشير بخط على عمود هذا الصف الصف اللي بعده الصف دل أيضا يحتوي على صفر واحد فقط يتم تخصيصه وحزف العمود أو التأشير على العمود بخط طبعا هذا الصف أصبح غير موجود لأنه فعلا تم التأشير على هذا العمود فالصف الرابع هنعتبره يحتوي على صفر واحد فقط الصف الخامس أيضا يحتوي على صفر واحد فقط ويتم التأشير على العمود بعد مرحلة التخصيص إذا كان عدد الخطوط اللي احنا رسمناها في الجدور السابق مساوي عدد الصفوف اللي هو نفسه عدد الأعمدة إذن الحل اللي حصلت عليه هو الحل الأمثل نرجع مرة تانية كده الخطوط اللي عندي عددها واحد اتنين تلاتة اربعة خمسة وعدد الصفوف أيضا خمسة اللي هو عدد الألات إذن هذا الحل هو الحل الأمثل ماذا يعني هذا الحل؟ يعني تخصيص أمر الانتاج رقم تلاتة للآلة ألف مواضع الأصفار اللي تم تخصيصها هو ده الحل الأمثل تخصيص أمر الانتاج رقم واحد للآلة باء تخصيص أمر الانتاج اتنين للآلة جيم تخصيص أمر الانتاج أربعة للآلة هاء تخصيص أمر الانتاج رقم خمسة هيكون للآلة دال طبعا تكلفة هذا التخصيص هتكون مجموع هذه التكلفة لو رجعنا للجدول الأول نجد أن التكلفة موجودة تكلفة تخصيص المهمة الأولى على الآلة به كانت 12 للآلة التانية على الآلة جيم 17 للمهمة التالتة على الآلة ألف 9 المهمة الرابعة على الآلة هاء 14 والمهمة الخمسة على الآلة دال 12 إذن التكلفة الإجمالية هي مجموعة هذه القيم اللي هي 64 ودي أقل تكلفة ممكنة